صعبة خلال الفترة اللي فاتت أهمها الإجهاد والإرهاق الزهني وبيفكر الناس إنه اللعيبة بشر في حاجة إلى راحة واستشفاء لمواصلة الأداء اللي بيتأثر بهذه العوامل اللي هو الإجهاد والضغط الزهني قولاً زالك عايزة التواخف هنا أستاذ إبراهيم بيبرر أو بيفسر الأجازات اللي كان بيديها خلال الفترة اللي فاتت أنا عايزة يخرج باللعيبة وبنفسه من الإرهاق الزهني والبدل قال كولر بالنسبة للناس اللي بتقارن بين حصاد الموسم اللي فات والموسم الحالي قال إن الموسم الحالي مازال فيه الكثير من البطولات والارتباطات ليفوز بها الفريق ولفت نظر الجميع إلى إنه محدش مأثر والكل بيبزل كل مجهود لحصد البطولات وإسعاد الجماهير الكبيرة أعتقد كلام مستر كولر عندك حاجة توف عندها أنا بس عايزة يعني ده كولر شايف فرقيته كده كلام المفروض إنه بيطمن بس أنا مش هتطمن قوي غير لما أشوف الترجمة بتاعت اللعيبة في أرض الملعب اللي هي إيه مش التوفيق بقدر السعي الجاد والالتزام الجاد طيب اللعيبة عبر عنه محمد الشناوي كابتن الفريق في المنتمر الصحفي النهاردة قال إن الأهلي مبدئيا بيحترم المنافس جدا ويتفهم دوافعه لتحقيق الفوز قال إن في حالة من التركيز الشديد بين اللعيبة لتقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء اللي هيجمع الفريقين يوم الجمعة قال كمان الحارس الدولي الكبير إنه تركيز اللعيبة منصب على هذه المباراة ولا يوجد أحد يفكر في منافسات كأس العالم إحنا دلوقتي مركزين في مواجهة بلوزداد قال الأهلي بيضم مجموعة من اللعبين أصحاب الخبرات العالية اللي يقدروا يتعاملوا مع هذا الموقف ويفصلوا بين البطولات قال كمان الشناوي إنه جمهور الأهلي دايما هو اللي بيمنحنا الدوافع الكبيرة للفوز وجوده بيدعمنا بشكل كبير لا يمكن أن يكون هناك تشبع من البطولات وإنه في عوامل عديدة تؤثر على الأداء زي الإجهاد والسفر لساعات طويلة والمشاركة في أكتر من بطولة متدخلة مع بعضها قال كمان الشناوي نسير بشكل جيد نسعى للفوز بكل البطولات التي ننافس عليها مثل الدورة وأفريقيا والسوبر والكاس وما زال هناك وقت مبكر للحكم على الموسم قال إنه نحن في الموسم اللي فات كنا ماشيين بشكل غير موفق في أفريقيا لكننا تدركنا الأمر بعدها وحصدنا اللقب في النهاية وقال كابتن الأهلي ثقة كبيرة في زميلي وإنه الجهاز الفني قايم بدور كبير جدا لإنهاء الموسم على أفضل ما يكون قال إنه جمهورنا بيتفهم ده وبيساند الفريق والهدف بتاعنا كلنا حظ الألقاب هذا الموسم نتمنى تاني وتالت الناس عايزة تتطمن من خلال أننا تتفرج على الأهلي بالسمات التي تعودوا عليها ووضعين في الاعتبار طبعا عنصر التوفيق اللي هو يجب أن ندعو أن يصادف التحكيم وجميع أن نصر لعبة وهقولهم بلعبه النادي الآن طيب عرفنا كل حاجة عن الأهلي وعن قايمة الفريق والناس اللي سافر بيها مستر مارس الكولر اللي بيتين في المعسكر اللي لهادي مين هم؟ الشنو مصطفى شوبير وحمزة علاء محمد عبد منعم وهنا توقف عند محمد عبد منعم لأن الإصابة اللي أصيب بيها عبد المنعم بالتواف الكحل في المباراة اللي فاتت خلت كل الناس انزعجت وقلقت من مغبة غيابه عن الناس قالت لك مش هيشارك في كاس العالم لا ده جهز ودخل كمان قايمة بلوزداد فعبد منعم موجود ياسر إبراهيم كمان اللي كان عنده إصابة طفيفة أيضا موجود معهم رامي ربيعة وخلد عفتاح ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول إذن قايمة الدفاع مكتملة بشكل أساسي في نص الملعب واخد مروان عطية وقال يو ديانج وعمر السلية وإمام عشور وأحمد كوكا ومجد أفشا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر واخد في خط الهجوم بيرس تاو ومحمود كهربا وأنطوني مودست دي القايمة اللي موجودة دي القايمة الموجودة والتي تم اختيارها والتي نتمنى أن نشهد عودة بعض اللاعبين إلى مستوها وأيضا توفيق للعب محددة راضينا أنه لمنه ده كل الناس ستقعد مركزة مع مودست نتمنى أنه نشوف أن الفطرة الفاتت دي المستوى طريقة الجارية طريقة القفزة الكلام ده لو شفنا لعيب أكثر جاهزية الناس ستبتدت بصوله بنظرة تانية كابت الخطيب حريص أن يروح يحضر المباراة أيوة ده أخبار آخر لحظة رغم أن يعني إنما هو حيكون موجود بكرة في في اسكندرية وبإذن الله بدرجة كبيرة حيكون موجود في الاستاذ بس اللاعب شعر أن الكابتن معهم لحظة بلحظة كمان الأهل منظم إتباسات لنقل الجماهير من أمام مقر النادي في الشيخ زايد التجمع الساعة 11 الصبح والتحرك الساعة 12 يستوجب استحاب كل مشاجع تكون معاية تذكرة المباراة وبطاقة الفان اي دي الخاصة به كما يحظر استحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت أعتقد الجماهير اللي بتروح بإتحافظة قوائم الممنوعات وإيه المسموح شباب بلوزداد يا جماعة إذا كان الآلي 1907 نشأته شباب بلوزداد بعد كده بكتير 1962 لكنه فريق قوي جدا كيمته التسويقية 10 ونوء بوينت 95 يعني 11 مليون يورو ده رقم كويس جدا لفريق جزائري دلوقتي بالذات لأنه وضع فيه اهتمام كبير من الأندية الجزائرية قلت لك الوضع السنة دي مختلف جدا وده اللي يعني أهله للحصول على بطولة الدور الموسم اللي فات عنده ألقاب شهرة كتيرة الحقيقة البلوزداريين متسمين الحمر والسياربي والكبير فالكبير قوي بيواجه الكبير بقى يعني دي مباراة الكبير مع الكبير قوي بيدربهم مدرب برازيلي لاخدر بلومي أشاد به كتير هو المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا نجموهم حسين بن عبادة وزين الدين بوتمان لتنين دول أعلى قيم تسويقية وأسعارهم 750 ألف يورو يعني بالدولار كده محوالي 900 ألف دولار يعني لا رقم كبير بالنسبة للعب جوه جزائر ده رقم كبير يعني هما لعبتهم في أوروبة أرقابهم كبيرة قوي لكن جوه جزائر ده رقم كبير طبعا مؤكد أنه باكيتا كراجل برازيلي درب الزمالك قبل كده عارف كل حاجة على الأهله باكيتا عارف كل حاجة عن الآلي وعارف طبيعة أداء الآلي وعارف شخصيت الآلي وعارف جمهور الآلي فمنفتح قوي على الكرة المصرية وعارف كل اللي فيها عشان كده المباراة بقول لكم فعلا لازم ناخد بالنا ومحتاجة تركيز خاص جدا فيها على فكرة فريق البلوزداد عنده عشر ألقاب في بطولة الدوري واخد كاس الجزائر ثمان مرات وفاز بكاس الرابطة الوطنية الجزائرية مرة خد كاس السوبر الجزائري مرتين الكاس المغاربية للأندية البطلة خدها الثلاث مرات شارك في دوري أبطال أفريقيا خمس مرات بل إنه أذكر إن أنا حتى كنت موجود في الرحلة دي منويل جزائر واجه شباب بلوزداد في 2001 وتأهلنا من هذه المجموعة لما كسبنا هناك واحد صفر هدف إبراهيم سعيد كان رئيس البعثة لأستاذ ياسير منصور والمدير الفني كان منويل جزيوة مدير الكرة الكابتن على عبد صادق كنا فزنا هنا واحد صفر بهدف الكابتن حسام غالي وهناك فزنا واحد صفر بهدف الكابتن إبراهيم سعيد وصعد الآلي كان مفتاح المصر والتأهل بالنسباله مباراة شباب بلوزداد صعد الآلي علشان يكمل مشواره ويحقق معه منويل جزيوة اللقب في دوري الأبطال شباب بلوزداد قايمتهم مكتملة عندهم رئيس وهاب ملوحي وأليكسس قندوز وردوان معاشو دول حراس المرمى عنده في خط الدفاع معاس حداد وشمس دين بكوش وأشرف بودراما وحسين بن عبادة وأيمن بقرة ومختار بالخيثر عنده في نص الملعب ممادو سماكي وحسين السالمي